بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة سوف نكتشف الآن أن ما قاله حبيبنا عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1400 سنة يطبقه علماء الغرب اليوم بكل دقة هذه دراسة نشرت في مجلة Brain and Behavior في شهر أبريل 2020 تقول بمجرد أن تمتنع عن الطعام والشراب بمعدل 16 ساعة كل يوم فإن الدماغ يقوم بتصنيع خلايا عصبية جديدة هذا الكشف لأول مرة يتم أيها الأحبة عام 2020 ويقول العلماء السبب لا يزال مجهولا حتى الآن ولكن الخلايا الجديدة التي يتم تصنيعها نتيجة الصيام تساعد الجسم على تجنب الكثير من الأمراض النتيجة أيها الأحبة هناك علاقة بين سلامة دماغك وبين عدد الأيام التي تصومها البروفيسور مارك ماتسون من جامعة جون هوبكنز يقول بعد 25 سنة من الصيام تبين لي أن الصيام يساعد على نمو خلايا عصبية جديدة في الدماغ في منطقة تدعى هيبو كومباس وكذلك نمو وصلاة عصبية جديدة وهذه مهمة جدا في الذاكرة والتعلم والوقاية من الشلل الرعاشي والزهايمر ونوبات الصرع الحاد وتحسين وظائف الدماغ يتابع البروفيسور لقد أثبتنا أن النتائج الرائعة للصيام في تأخير أعراض الشيخوخة والزهايمر وتحسين أداء الخلايا وقدرتها وقدرتها على التخلص من النفايات وهذه العملية تزيد من كفاءة النظام المناعي بشكل أوتوماتيكي وتم إثبات ذلك بنسبة 100% جامعة سيدني في أستراليا اهتمت بموضوع الصيام أرادت أن تعرف هذه الأسرار فقامت بدراسة نشرت بتاريخ إداعش ثلاثة 2020 حديثة جدا نشرت في مجلة سيل ريبورتس يقول البروفيسور مارك لورانس دققوا أيها الأحبة لقد استخدمنا أحدث التقنيات التحليلية لفهم آلية الصيام على الكبد ولأول مرة نعلم أن الصيام يلعب دورا رئيسيا في تحسين صحة الكبد بشكل مذهل وكذلك الصيام يلعب دورا رئيسيا في علاج أمراض القلب والسرطان ألمانيا أيضا اهتمت لموضوع الصيام حيث قامت الدكتورة بوتشينجر في الهلمي بأكبر دراسة عن الصيام نشرت في المجلة الشهيرة بلاس ون بتاريخ 22-2019 وتبين ما يلي أن 84% من الذين أجريت عليهم الدراسة تحسنت أمراضهم المزمنة بشكل مذهل مثل السكر من النوع الثاني وأمراض المفاصل وأمراض الكبد والكوليسترول وضغط الدم والآن أيها الأحبة دعونا نذهب إلى الجامعة رقم واحد على مستوى العالم جامعة هارفرد اهتمت بموضوع الصيام ونشرت مؤخرا مقالات عديدة على موقعهم على الإنترنت تؤكد الدراسات أن الصيام له أثر طيب على الشبكات المتعلقة بتوليد الطاقة في الخلايا مما يؤدي إلى إطالة العمر الصوم له فوائد لا تكاد تصدق على علاج الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر والكوليسترول والصيام يقلل الإجهاد التأكسد في الخلايا والمسؤول عن أمراض عديدة دعوني الآن أقرأ لكم من موقع جامعة هارفرد ماذا يقولون كما نرى أمامنا أيها الأحبة جامعة ألباما بتاريخ عشرة أربعة 2018 قامت بتجربة رائعة لمعرفة عدد ساعات الصيام المثالي فوجدت أن الصيام كل يوم من 16 إلى 18 ساعة طبعا هذا يشبه الصيام الإسلامي ولمدة دققوا معي لمدة خمسة أسابيع 35 يوما قد أدى لنتائج مذهلة جدا أدهشت الباحثين أولا تحسن ضغط الدم بشكل كبير انخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم بشكل كبير أيضا وكان مستوى الأنسلين قد انخفض أيضا بعد 35 يوما هذا الكلام منشور على موقع جامعة هارفرد حيث تؤكد الدراسة أن الصيام 35 يوما على الأقل ضروري جدا نبينا عليه الصلاة والسلام هل غفل عن هذه الدراسات العلمية هل غفل عن حقيقة الصيام وأنه من الضروري أن يصوم الإنسان 35 يوما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم هذا النبي الكريم سبق العلماء فحدد لنا التوقيت المثالي للصيام رمضان بحدود 29 إلى 30 يوم وستة أيام بعده من شوال يصبح المجموع بحدود 35 يوما كما تقول الدراسات العلمية بدقة والله إننا لم نقدر هذا النبي الكريم حق التقدير لم يكتشف العلماء شيئا فيه منفع لنا إلا وأمر به صلى الله عليه وسلم